موسيقى السلام عليكم ورحبا بكم مرة تانية في ماب تكنولوجيز معاكم مانت سبحانهد فوزي ساكمنا نسلسلت فيديوهات شرح سوفي سيكسي جي برجال نتين سوف نستكمل ما تم شرحه في المحاضرة السابقة فيما يخص موضوع الويب موضوع لوت بورتكشن حضرات ممكن اخر حاجة احنا وصلنا لها كنا شرحها في الاكسبشن سوف ندخل على جنرال سيتنج خاص بالسيتنج وقسمها الاربع اقسام قسم العوان الخاص بالميلوير وكونتينت سكاننج سيتنج وبعد ذلك الاتش تي باس ديكريبشن سيتنج وبعد ذلك الويد كاشنج وويد بروتكشن دعونا ندخل كل واحدة ونرى الموضوع بمشي فيها كيف اول حاجة في الميلوير وكونتينت سكاننج انت هتقدر ان انت تختار هل تشتغل بسينجل انجين او دول انجين في موضوع الاسكان هل ستشتغل على سينجل انجين سينجل انجين سيبقى هو السوفوس وسينجل انجين بيبقى برفورمانس اعلى طبعا بباس لكن البرفورمانس بتاعه اعلى من الدول الدول طبعا يعني بيبقى مرسكور اكتر من السينجل ولكن البرفورمانس فتبقى يعني لفتار حضرتك وتبقى ان البرفورمانس لا يوجد مشكلة انت تشاهد هذا البرفورمانس يعني سينجل انجين افضل واسرع الدول سكان سيبقى مرسكور ولكن سيأخذ وقت شوية عندما يعمل سكان بيعمل سكان بيعمل سكان بفرست انجين الاول وبعد ذلك يخلص على السفن يعني لا يشتغلوش مع بعض لكي الناس تبقى فهم النظرية هم بيمشبقوا كذلك وهو حتى كاتب لك ملحوظة تحت كده او انت بتشتغل بالزيرو داي بروتكشن او انت بتشتغل اما سينجل انجين او دول يعني او انت تشتغل بالسوفوس فالسوفوس طبعا سواء موجود في السينجل انجين او في الدول فما فيش مشكلة تعالى بقى نخش بعد كده على الويب بروكسي سكاني مود ومن اسمه الويب بروكسي نجsem موجود به الويب بروكسي او ديب باكت ان اسبكشن ت liberation 坐 the derivative لديب باكت ان يشتغل على الريل تايم يبقى الق routing كما ان ترى فهو يتبقى هنا او انت عملت بريل تايم يعني عشان كده دائما في الديب باكت بيشتغل بريل تايم الباتش يعني بيبقى أقل شوية ولكنه بيبقى مور بروتكشن او ماكسبم بروتكشن زي ما بقوله أكتر من الريل تايم اللي اختلاف ما بين الباتش وريل تايم يعني مش كبير ممكن الباتش مود زي ما قلنا حضرات بيبقى 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 وفي هذه الحالة هو ما بيسمحش لأي نوع انواع او الترافك انه يباصل في البراوسر غير لما يحصل اسكاني لكل الترافك قبل ما يوصل في الريل تايم هو بيسمح الباصل البراوسر لكن ما بيسمحش ان الموضوع يكتمل للنهاية الا لما يخلص السكان ويتأكد ان الدنيا تمام بعد كده تخش على او الترافك ويبقى بيمنع الابليكيشن اللي هي الاندزايرد او اللي هو شايف انها يعني او مش مناسبة هل تحديث على البيت موضوع الاندزايرد او او الاندزايرد الاندزايرد او الاندزايرد او الاندزايرد والاندزايرد هو يعرف لك الكلام ويبتدي حضرتك بعد كده تخش على يوجد على مالوير سكانيج فيلاد لكن يقولك عندما ألنا ما يعرفك شخص يومك المالوير سكان حصل فيلاد مالويور سكان أما بوجد الاكشن أنه يمكن أن اخذه ويقبض بإختلفه يقبض بإختلفه أيضا ويقبض بإختلفه وأخطيط بإختلفات لتشتغيل البلوك يعني عندما قلنا أن الاختيارات من هذا الكلام الاب في هذا الكلام أن الواب بروكسي ستكون فياعدة ويوجد ممكن تعمل بشكل مفترض. وهنا ستجعل بلوك وهنا بلوك بلوك بتنشيلي انوانتد ابلكيشن. يعني لو حضرتك عايز موضوع موضوع سكيور ممكن تختلف. لو انت بقى عايز في البيو اي او بتنشيلي انوانتد ابلكيشن عايز حاجات تعمل لها اللي ومفيش مشكلة ممكن تعمل هنا بلوك وتيجي في الاسوراز بتنشيلي انوانتد ابلكيشن تبقى انوانتد ابلكيشن عايز في الاسوراز بتنشيلي انوانتد ابلكيشن بعد كده بيديك اوشن ان انت تبقى لحجم الساينز بتاع الفايل تقدر ان انت تعمل سكان يعني ما تعملش سكان هو دونت سكان فايل لارجر زين كذا وبالتالي انت هو مش هيعمل سكان لأي فايل اكبر من الحجم اللي حضرتك هتحطه هنا تبقى لحجم الساينز اللي ستحطه هنا بالميجا بايت هو مش هيعمل سكان لأي فايل يتعدى هذا في الحجم لا يتكلم بما يخص الاتشيلي تمام؟ طيب بما يخص الافتي بي انت هنا ممكن تحدد حجم الافتي بي ترافيك نفسه او الفايل تمام؟ اللي قدر ان انت اكبر منه ماذا حصلوش اي نوع انوانوان سكان بعد كده لو انت حضرتك تعمل سكان لا يوجد مشكلة بتختار من هذا الكلام خلي بالك بس ان الاودي والفيديو لما بيسكان يعني بيأثر على البرفورمانس شوية ممكن تلاقي تقطيع في الستريمينج فانت حضرتك خلي بالك بس وانت بتختار ويفضل ان انت ايه متعملش سكان عشان محصلش تقطيع في موضوع الستريمينج والناس بطيدي يعود انوانوان في ادفن الانوانوان المؤاخ Dean ات hindering فيسبوك. سأقوم بعمل لك الموقع الثاني. من نفس الشكل. ستجد نفس الشكل الصفحة. نفس الكلام ده كله. والكلام ده. اللي بيمنع هذا الكلام من هذا النوع. هو ان انت بتختار من هنا. وبالتالي هو بيبتدي بيعمل الكلام ده عن طريق ان هو بيقوم بعمل اكتر من مرة. او بعمل حق اسمه. وبالتالي بيعمل من اي دومين نيم بويسن. بعد كده هنخش على موضوع الهتش تي بي اس دي كريبشن و سكانينج. هتخش هتلاقي الاتي. اول حاجة الهتش تي بي اس دي كريبشن و سكانينج. ماشي سواء بقى ديفورت او اه اه. بطالة ابليانس. فيش مشكلة خالص. وبعد كده خلي بقلك بس طبعا ان احنا لازم السرتيفكت تبقى نازلة على الاجهزة بتاع اليوزرز. الحتة دي لازم نكون احنا موضوع منها عشان يحصل موضوع الديكريبشن. بعد كده البلوك ان ركوجنايز اس اس ال ال بورتيكشن. يفضل ان انت تكترها. فهزيل حالة هو بيبلوك لاي اس اس ال ال بورتيكولز هو مش معروفة بالنسباله. بعد كده البلوك انفاليد سرتيفكت. لو حضرتك عندك مسلا بعض المواقع. بيبقى مثلا انفاليد سرتيفكت بداحة مش عايزة تفتح فانت بتعمل لها بلوك من هنا. يعني في بعض الاحيان يفضل انت متعملش الكلام ده. يعني اه لو في مشكلة في اي موقع او غيره بالنسبة للسرتيفكت. في بعض الاحيان الناس بتبقى ايه تفتحها برضو لتبقى الاغراض البزنس. لو انت شايف ان انت عايز تبقى الامور فخلاص اعمل بلوك لانفاليد سرتيفكت. بعد كده بتختار ان انت لو تفتكروا في فروء ومرتقى تكفي في بلوك اوورن في البوليسي. في الموضوع الاتفالي. وبالتالي انت بتختار في هذه الحالة ان انت بتعمل ديسبيلي ليوزر نواتي風كيشن ولا بنتعمل دولي كونيكشن فقط لغير من ايه نواتي فدايما بنقول. ان احنا نختار اخوصا. تعمل ابلغة الموضوع الامور. اذا اذر سنفتكر بما نقوم بإمكانك بالفعل بشكل بشكل بذلك ويستطيع امام بشكل بشكل مريض. ممكن ما قمنا بعمل بعض التحديدات البسيطة في هذا الكلام في موضوع الوليسي. نتحدث في الوليسي او جروب فيها. أما تختار الوليسي او هنا. ما يسمح لهم أن يفعلون الوليسي في الوليسي أو الوليسي. بمعنى إن كانت هناك فترة أخرى. هنا. ودخلنا هنا ثانية واحدة بس. انا عارف ان الموضوع شوية سواني. طيب احنا لو دخلنا هنا مساكنا في الويب في اي بوليسي اي بوليسي حضرتك مثلا هتخش فيها ده هوت مثلا بلوك ده او غيره لو انت اد وحطيت بقى اي ويب كاتجوري او اي مسلا او غيره تمام وابتديت حطيته طيب البلوك ده دول لو تفتكره لما تيجي انت هتخش هنا في وتفتار لو حطيت يوزر معين يبقى اذا البوليسي اللي انت حطيته هنا بتبلوك الكلام ده اليوزر بتاعك اللي انت هتحطه في الجنرال سيتنج هو اللي هيعمل ويقدر ان هو يوصل لها. الموضوع ده مهم في الجامعات والكليات والمساسات التعليمية ليه عندك بعض الطلبة. الطلبة مثلا عايز ان هم ميفتحوش ويب سايت معين يوتيوب او غيره ولكن اعضاء هيت تدريس محتاج ان هم يفتحوا الكلام ده لاغراض تعليمية فانت حضرتك بتعمل اي بوليسي اوورايت ممكن تحط بقى اسماء المدرسين عامل جروب لتكادرة للمدرسين يعني زي ما حضرتك عايز بتحطه هنا. في بلوكد ويب سايت دي بقى الويب سايت والكاتيجوريز اللي حضرتك هتحطها وهتبقى بلوكد للناس كلها سواء بقى المدرسين سواء لطلبة او غيره يعني كل الويب سايت اللي انت عايز ان تبقى بلوكد للأول كلها يبقى انت هنا الويوزر او جروب حيث تحط هتعمل اوورايت دي الحاجات اللي انت عمل لها بلوكد في البوليسيز لكن الحاجات اللي انت عايز ان تفضل مقفولة على طول حرف الطاقة هنا في البوليسيز. خلي بالك ان الكلام ده لما بيحصل بيحصل قاتي ان انت متخش بيظهر لك شاشة خلينا ارهاي لك كده يعني هنبقى برضو مشرحها في اليوزر متفكيشن بيظهر لك في موضوع الوفورايت نفس الشاشة دي وتحط له حاجة اسمها الوفورايت كود يعني هؤلاء كوكد انا بجيبه من الوفورايت كود ده حضرات انا بجيبه من اليوزر بورتل يعني اليوزر بورتل اللي انا بقوله هنا ان انت خلاص تقدر ان انت تعدي البوليسي دي كلها حطيت محمد مثلا عملت انابل حطيت محمد حطيت مورسي عطيت اللي انا عايز احطه تمام حطيت مورسي هنا اذا لما خش على اليوزر بورتل بتاع مورسي خلينا نخش مثلا نعمل ابل ايوزر بورتل بتاع مورسي حتلاقي انه اه بيظهر عنده بوليسي اوورايت كده ونشوف الكلام ده يعني بس ايه الناس تبقى عارفة خلينا نخش على اليوزر بورتل بتاع مورسي اه دي اخونا مورسي تمام بص حاضرات بيظهر لك هنا حاجة اسمها ماي بوليسي اوورايت تمام انت بقى او يعني انت عايز تعمله اليوزر طبعا ممكن اليوزر هيقول لك انا معرفش عامل الكلام ده اه سي مسلا هتقول له اوورايت مسلا اه اليوتيوب اوورايت فيسبوك زي ما انت عامل تمام? وبعد كده اه بيبقى في اكسس كود بتقول له في الالورس اه ووبسايت مسلا يوتيوب. تمام? خلاص? طيب ايه اللي هيحصل بقى هنا لو عملنا هنا ابلاي? لو طلعز هنا يعني لو لاحزنا هنا حاضرات عملنا ايادة كده هو هنا عمل لك اووتوماتيكلي جينريتد اكسس كود الاوتوماتيكلي جينريتد اكسس كود ده تحطه امتى في الشاشة اه لما تقيه تفتع اليوتيوب ويعمل لك ريستريكت. انت لو حاطة الاوورايت كود ده يروح وتحلق على طول ايه? موضوع اليوتيوب. طيب هنا دمت ليه? لان انت حاضرتك مدتلوش الابشن ده. يعني احنا لو رجعنا لسوفز بتاعنا. لو قلت له هنا اللاو مانيولي اكسس كود انتري. يبتدي اليوزر نفسه اللي حضرتك مددله السامحية دي. انه هو يقدر بعد كده يعمل اد ويبتدي انه هو يقير ويعمل جينريت اكسس كود. تمام? يعني اه يفضل طبعا ان انت يدي اليوزر موضوع الاوتوماتيكلي. عنا وتخلص طبعا تعمل ادلاي. اذا بتخش في ادفانسد اه في الكاشنج. الكاشنج ينقسم لجزئين حضرات في موضوع سيتنج. بديك اوبشن ان انت تعمل الويب كونتينت كاشنج. وده طبعا يبقى افضل لانه طبعا بيصرع لك الدنيا. الدنيا بدي بقى تمام بس ده مرتبط بالويب بروكسي. حتى هم ستلاقي ايه من ديك ورنينج تحت ازيس اوبشن ايه كان بينفورس بهايزة ويب بروكسي. تمام? فده طبعا بيقلل استهلاك الانترنت لما هو بيحصل كاشنج لي الويب سايت عند حضرتك. نفس الكلام برضو بيديك وده يفضل طبعا انت تعمله ايه برضو الكاش لسوفس اند بوينت اوب ديت. طبعا يعني لو ما عملتش كاشنج لسوفس اند بوينت اوب ديت. بيحصل كونجيسن في الشبكة. حيبقى فيه اه شوية بطء شوية. ليه? لان بكل بساطة اه الاند بوينت لو انت شاري اند بوينت على الاجهزة. الاند بوينت عايز يعمل اوب ديت. فكل تخيل كل جهاز عايز يطلع يعمل اوب ديت مع الابس. لكن انت لو كيشت الاند بوينت اوب ديت. يبقى خلاص هو هياخد كل اوب ديت. اه المتكيش الموجود عندي. طبعا ده بيوفر لك يعني بيخلي الدنيا اصرى عندك. بعد كده بتخش في الويب بروكسي كونفجريشن ده البورد الخاص بالويب بروكسي. طبعا انا عايز تغيره وغيره بس يفضل يعني ان انت حدك تسيبه زي ما هو. يعني انت لو تفتكروا في شرح موضوع البروكسي احنا قلنا ان احنا عندنا حاجة اسمه الانسبيرانت بروكسي وديريكت بروكسي والبيرانت بروكسي. الكلام اللي احنا شرحناه قبل كده. فيعني ده التلاية واحد دين تمانية ده البروكسي الخاص بالديريكت بروكسي. البروكسي الخاص بالديريكت بروكسي. بعد كده ده كل الالاود ديستيليشن بورد اللي ممكن يتكلم معاهم. انت ممكن تضيف ما فيش مشكلة بس يعني خلي بدك وانت بتضيف. لان الحاجات الغير معروفة البورتات الغير معروفة. وحيلاك ستبتدى تضيفها ممكن يعرض نفسك لريسك شوية. في موضوع في موضوع سيكوريتي في يعني تبقى متأكد لو انت بتطيف اي ديستيليشن بورد في هذا الكلام. بعد كده بتعمل الابلاي والموضوع انتهى على كده. حاجتين بس عادرات بقى يعني نسينا اقول لكم. اول حاجة اه في موضوع الموضوع ده خاص بلو بروكسي لكن طبعا انت موضوع ده لو انت عايز تعمل له الاه واساسا ممكن تفش هنا في وتعمل 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 يبقى في هذه الحالة موضوع مش لازمة اول انت تعمل اللي والحاجات اللي انت تشاهد انها لوبسايت اللي هي انت محتاجها ممكن تعمل لها ايه نرجح ثاني من الجنرال سيتنج اه ده فيما يخص موضوع الاتش او اس دكريبشن برضو موضوع البوليسي اوفر رايد يعني احنا حطين واحد زي مورسي مورسي ده المفروض ان هو اوفر رايد دي اي اه رستريكتد ووبسايت احنا حطنا في الويب بوليسي خلي بالك بس وانت بتعمل الكلام ده ممكن ان انت تعمل هنا بيو اوفر رايد وتشوف الوفر رايد مثلا زي اللي احنا عملناه بتاع اليوتيوب نشوف الكلام ده الخاص الويوزر وفي نفس الوقت لازم تتأكد عشان يتطبع عندك البوليسي اوفر رايد ان مفيش اس اس التي اللي اس سبكشن رول معمل لها ديناي من هنا عشان اه اه تبقى موضوع اوفر رايد بتاع حضرتك يتم بشاكل اه ده فيما يخص حضرات الموضوع الجنرال سيتنج وانا نخش على الحاجة تانية موضوع الفايل تايبس بكل بساطة هي انواع الفايلز اللي حضرتك ممكن تضيفها وممكن بعد كده عن طريق الفايل تايبس دي ان انت تضيفها في الويب بوليسي زي ما احنا قلنا قبل كده لو تفتكر ان احنا لما كنا في الويب بوليسيز هنا وبنعمل اد بوليسي جديدة وانا نعمل ادرول وانا نبتدي هنا في الويب ترافيك وانا نعمل ادنو ايتم مثلا بتختار الفايل تايب ان هنا بقى هو حضرتك ممكن تضيف الفايل تايب او ان انت تستخدم حاجة من الحاجات الديفولت الموجودة هنا فالبريد فاينت ستجد الاوديو والباك اوب والكمبراس وهو جماع لكل اكستنشن الخاصة بالفايل تايب الحاجات دي كلها يعني انت حضرتك ما تقدرش ان انت تعدد فيها اي حاجة ولكن ان انت لو ضيفت واحدة جديدة ممكن ان انت تعمل ادت فيها مفيش مشكلة الفايل تايب يا حضرات بيعتمد في تعرفها على الاكستنشن او حاجة اسمها الميمي او اختصار الحاجة اسمها مالتي بيربوس انترنت ميل اكستنشن وده بيبقى ستاندرد خاص بيعمل لك دسكريبشن قد يوضح لك الكنتنت بتاع الفايل دي ايه تبقى ليه نيتشر بتاعه او الفورمال اا لما نيجي نباتدي نعمل اد لالفايل زي ما قلنا بتديه اديه اكستنشن بعد كده التمبلت هوا حضرتك temبلت جهزة هنا بقدر ما تخش وهو تضيف الفايل اكستنشن ومميهيدر لان هذا الميمهيدر يبقى صعب شوية. وانت بتحطه فهو هتطلق الفايل زهية والكلام. خلي بالك ان انت لما تيجي تحط مثلا في الفايل ممكن بتحطه من غير الدوت يعني كل الكلام ده بيبقى من غير الدوت. بتحط الاكستنشن وزاوة الدوت. تمام بميهيدر ده اللي بيبقى فيه يعني ايه بعض المشاكل وانت بتحطه فهو هتطلق الكلام ده تمبل الجهزة ممكن تستخدم. يعني الفايل طيبس يعني ما معتقدش ان انا شفت حد بيعدل او بيقات ولكن حضرتك لازم تبع عارف ان انت لو في يوم وليم احتاجك ازاي تقدر تعمل هذا الكلام. تعالوا بقى ننتقل الى موضوع اخر وهو السيربين كوتا. السيربين كوتا حضر قط يعني دي الكوتا او التايم دوريشن اللي حضرتك بتحدده ليوزر او جروب يوزر يقدروا يستخدموا الانترنت عامة. ولازم نفرق ما بين السيربين كوتا والتايم كوتا اللي احنا كنا بنقولها في البوليسيز هنا لما بتيجي تعمل بوليسي او بتتعدل فيها وتقطار التايم كوتا لان التايم كوتا دي فترة زمنية معينة يقدر فيها اليوزر اللي انت محدده تبقى للرول هنا وبتقول له كوتا اتش تي تي بي وهنا برضو تقول له كوتا اتش تي تي بي هم اللي فين بيشتركوا في نفس الفترة الزمنية هم يقدروا مثلا يستخدموا فيها ويب سايت معين او مثلا نقول ويب كاتيجري معين مثلا اكتيفتي زي ده هذا الويب كاتيجري ده المفروض ان هو هيستخدم ليوزر ان انا معددهم هنا في التايم كوتا اللي هو ده اه لكن هو عملا بيه بالنسبة له الانترنت آآ 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 مفتوح مفتوح ادنى مشكلة ده بيحدد بعض المواقع فقط تبقى لتايم كوتا لحضرتات محددة في السيرب ان كوتا لا مختلف السيرب ان كوتا هو التايم دوريشن ان انت بتحدوده للاستخدام الانترنت عملا بيوزر او جروب او يوزر اه خلينا نبقى عارفين برضو حاجتين ان السيرب ان كوتا ان انت بتشوفها هنا ممكن لو دخلت هنا في السيرب ان كوتا ستلاقي هي هيها لا يوجد اي اختلاف ولو انت عدلت هنا ستلاقيها هناك لو عدلت هناك ستلاقيها هناك اذا عندك سيرب ان كوتا ممكن تبقى بريد فاين او تبقى كاستم وتبتدي اه تعدل فيها وتخطي الانترنت السيرب ان كوتا حضرات احنا بنضيفها لليوزر او الجروب او الجست اه وده طبعا مهم لو انت مسلا عندك اه جست عندك والفاي مسلا اه اه عاملها لجست او غيره وعايز تحدد كوتا معينة او باسروب معين فمفيش مشكلة لحتي دي ممكن تبقى لكي هذا الكلام اه يعني لو بصين هنا احنا بنحط الكوتا ازاي لليوزر هنا بتخش في اليوزر لما بتقوله ااد فهتلاقي فيه سيرب ان كوتا هنا بتبديد اختار سيرب ان كوتا من التمبلت البريد فاين او من اللي احضرته هتعمل ممكن برضو نفس الكلام بلتبقى لجروب ويه اه اه لو ضفت جروب ولا حاجة هتلاقي فيه حاجة هنا سيرب ان كوتا تبديد اختار لو حطيت اليوزر واليوزر ده جوه جروب وكل واحد واخد سيرب ان كوتا مختلف لو جدنا محمد حطناه لسيرب ان كوتا وبعدين محمد ده كان جوه جروب معين وجروب ده واخد سيرب ان كوتا تانية فاذا الاوررايد بيكون لي الكوتا الخاصة باليوزر هو بيعترف بقوتا الخاصة باليوزر بيديها افضلية او اولوية عن القوتا المحطوطة للجروب لو يوجد فيها تعالى نرجع تاني كده للويب وينخش في سيرب ان كوتا وتعالى نشوف الامور هتمشي ازاي اول حاجة فيما يخص السيرفين كوتا ان احنا هتبتدي نفتح دي نشوف كده اه هتلاقي اه هتلاقي بقى اما ان انت تختارها اه سايكليك يعني ريبيتد انها متقرر نفسها او ان انت بتختارها من سايكليك ان هي بتبقى تشتغل فور وان تايم اه مرة واحدة فقط لغير مفيش ادنى مشكلة وبعد كده اه لو اشتغلت سايكليك هتلاقي تحت كده السايكليك او الدورة اه ان بيعمل كل شوق ريسات بيها او عدلة ممكن ان انت تحدد مثلا 5 او غيره بير داي او بير ويك او بير منص او بير يير لو اتكلمنا مثلا بير داي فطبعا سايكليك اوار دي بتعمل ريسات في نهاية اليوم نفس الكلام فيه بالنسبة للمنص ستبقى في اخر يوم في المنص وهذه اه بعد كده بتلاقي لو انت اشتغلت سايكليك هتلاقي دي بعد كده بتلاقي دي يعني يا حضرات الصلاحية يعني حضرتك الكوتة اللي انا حد هلك دي صالحة لمدة قدقية ممكن الكوتة دي تبقى صالحة لمدة سبعة ايام بس تستخدمها عشرين ساعة العشر ساعة وكذا لكن في النهاية معك مدة زمنية تقدر تستخدمها مسلا لمدة اسبوع او لو انت عملت معناها ان ايه الصلاحية معك مرتوحة لا يوجد ادنى مشكلة مش مرتبط الصلاحية بفترة زمنية معنا اه لو عايز تحدد طبعا بتحديد هنا مش ادنى مشكلة اه الماكسيمو اوور هو الماكسيمو اوور لو حديك مسموح بي انتا تستخدم الكوتة دي تمام قلمت ان بتبقى مفتوحة بين جبالك لو عايز تحددها ما فيش مشكلة لتحدد هذا الكلام يعني ادي باقتصار موضوع serving quota تعالى نخش كده على كل واحدة ونشوف يعني هو بيعمل فيها ايه؟ نعمل واحدة واحدة زي ايه؟ unlimited 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 عمل ايه؟ قال لك يا unlimited validity و unlimited maximum hour والموضوع انتهى على كده طيب اه دي قال لك one month unlimited access يعني هو حدد فيها فترة زمنية ثلاثين اهو ثلاثين يوم قال لك معاك الكوتة دي لمدة ثلاثين يوم طيب الثلاثين يوم ده اقدر اتستخدم فيه انترنت امتا؟ اقدر اتستخدم انتبك زي ما انت عايز ان شاء الله رب الاربع عشرين ساعة في الثلاثين يوم انا ما عنديش مشكلة خاصة تمام؟ لكن دي بحركة بتاديها اليوزر لمدة فقط شهر واحد لها فقط لغير او ثلاثين يوم و ما بتكررش نفسها لو دخلنا لي one month uh meet hour دي اه بطبعا ادي name وادي description لا تكرروا نفسها دي لمدة اه مرة واحدة فقط لغير ان انت بتبقى valid لمدة ثلاثين يوم وتقدر تستخدم فيها الانترنت لمدة مية ساعة فقط المية ساعة دو كل ثلاثين يوم بقى ايه يزبط نفسك زي ما انت عايز لو دخلنا بعد كده على المنصي meet hour cyclic اهي معناها برضو ان هي مية ساعة فانت بتقدر معها cyclic وتختار ان هي cyclic hour ان انت كل مية ساعة في الشهر و بتكرر نفسها كل شهر يعني انت كل شهر لديك مية ساعة انترنت تمام صالحة على المدد ايه unlimited و الماكسمم اهور unlimited خلي بلحظك بس عشان الناس ما اطلق بطش بتوين cyclic وبتوين الماكسمم اهور انت لما حتى تشغل non cyclic يبقى انت العب الماكسمم اهور زي ما انت عليك ان انت في حالة ان انت لما بتعمل non cyclic ممكن تقدر تقول له اخص عدد ساعات قد ايه و الفترة الزمنية قد ايه فعالة cyclic لما بيتفتح وديك cyclic hour يعني انا شايف ان يبقى الدنيا تمام هنا ان انت تقدر تحدد من cyclic hour و سيبها unlimited في maximum و maximum hour و valid فاذا نرجع ونقول ان دي عندي قوتة عبارة عن ان انا قادر استخدام مية ساعة خلال الشهر و بتكرر نفسها كل شهر و طبعا البلد دي مش مختبطة بفترة زمنية معينة اه نخش مع كده daily one hour ده هو نفس الكلام cyclic كل يوم لك ساعة وعدة فقط بيردي طبعا الساعة دي بتعمل reset و اه سواء انت استخدلتها مستخدمتها فاضل فيها دي هو بير reset ويبتدي لعد من اول و بديك لهاية اليوم الساعة 12 بالليل يبتدي رسات ويشتغل من جديد اه نفس الكلام هو طبعا لو تغيرت في cyclic اروح اعمالها لك وان تتأمنك فبرضو نفس الكلام احنا لما تجد تعمل cyclic اشتغل بالvalidity و unlimited عايز تحدد و ليس مشكلة لكن المقسم اواصبها unlimited وحدد التويتات من cyclic hour يعني نفس الكلام في الوكلي 7 hour اهيات نفس الكلام ادي 7 ساعات في الاسبوع و unlimited و unlimited و ساعة تعال كده سريعا ممكن نحن نعمل اثنين نتدرب كده و نشوف الامور ماشية فهنعمل واحدة مثلا و نعمل واحدة مثلا و نعمل واحدة و نحن نخلي المكسمم اوار 20 ساعة فألوين حتتة دي عشرة هنقول 20 ساعة يبقى انت كده بالنسبة المكسمم اوار 20 ساعة كل يوم حيستخدم الانترنت لمدة 5 ساعات يبقى اذا المفروض ان هو بعد اليوم الرابع اول يوم حيستخدم 5 ساعات ثاني يوم حيبقى 5 يبقى 10 ثلاثة يوم حمسة 10 اليوم الخامس والله بقى حضرتك انت خلصت خلال الاربعة ايام الكتب بتاعتك خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لك مافيش ادنى مشكلة ادي مسلا لو احنا عملنا 5 اوارت بي داي مسلا نخليها اه لو مسلا عملنا سايف اهوة ايش مشكلة فعلا نخش نعمل اه واحدة تانية وبرضو خلي بالك لكن انت ممكن بردو خلاص الموضوع انتهى بالنسبة لكي لا يوجد مشكلة وتحط الفيديو خمسة وتحط الماكسوم باور بردو عشرين او ان انت سيب زي ما احنا قلنا وتحدد من هنا 5 اوار اهيه بير داي والموضوع انتهى على كده والسيب بقى الموضوع وكده زائد كله يبقى انت قدامك الحلين الممكن تعملون في السيكلك لكن في السيكلك عشان ما اطلق بطش نفسك خليها الموضوع واشتغل من فوق ويعتمل هنا البالدتي لو عائزة لو عملنا واحدة تانية ومثلا خلنا نقول اه يعني خلينا انها مثلا كل سبعة تيام خلينا او كل ثامن تيام عسيدي ماشي او كل ثامن نسخة موضوع او كل ثامن تجاه او كل ثامن نقوم بافاكة موضوع نقوم بافاكة و كده هل نقوم بافاكة فرقاءة في الموضوع او دخلنا هنا في الاسيرجين كوتا ستجدهم في الاسيرجين كوتا ستجدهم في الاسيرجين كوتا نخش على الموضوع الثاني وهو موضوع الوزر نوتيكيشن خص حضرات الوزر نوتيكيشن هي الميسج اللي حضرتك بتحطها او بتظهر لليوزر دايما فانت مثلا او عايز تحط امج لا يوجد مشكلة بتيجي من هنا بتختار امج معينة خلينا مثلا نختار اي امج تمام نختار هنا اي امج تانية خلاص ادي تو امج اهيت مثلا التو امج دول انت ممكن ان انت عملنا بريديو ونعط لك واحدة فوق واحدة لو انت عايز تتصور انا اتركوا منجل السور دي فانت عايز تحطها في ادنى مشكلة بعد كده مثلا لو محتاج تعمل بقى الوزر بقسطم لبلوك ميسج فانت بتختار اهيت بتشوف الاول الوزر اللي بتطلع للناس حضرتك محتاج ان انت تعدل فيها فحضرتك بتوجيوز تسطم هنا في المسج ها ممكن تعدل عايز تقول مثلا بدل ادمنستريتور تكتب مثلا اي تي ستاف هنقول مثلا اي تي ستاف اي تي ستاف يعني بعض الناس تحب تثبت الكلام ده او هكتب لك اي تي ستاف موهر مثلا ده فيما يخصوا همه ده فيما يخص بقى القسطم أفرريد message اللي احنا وانت ببقى فيها كود وتقدم الاوورريد كود من الوزر بورتل ممكن ان انت تفضطه هنا ممكن ان تم تعدي الكلام وممكن ان اتطلع كله الوزر كاستم ميسج ممكن ان انت حضرتك تعمل تضع الـ Preview وتعدك مثل تلك المشاهدات لا يخص الموضوع من الورني ميسج سوف تغيرها في شوشك تعمل Up-Live النهاية والموضوع التي تعرفها هذي موضوع الـ User Information تضع الى آخر موضوع الـ Content Filter الـ Content Filter ده حضرات نوع عنواع أن تعمل Text File و يكون هناك Terms معينة تستخدم من الترميس تستخدمها لكي تعمل Restrict Access للوبسايت واحدة خاصة باليوكي واحدة خاصة باليوكي واحدة خاصة باليوكي واحدة خاصة بالكندا تمام اوها اسمها هي اسمها ثيرمز يعني هي بتبقى خاصة بالدول اكتر تقدر تضع فيها ثيرمز معينة في التكس تفايل ده و تبتدى تستخدمه فيه كونتينت فندا تضع هنا الـ name و description و تضعه هنا يهمني بس في الـ text file هناك أشياء في صفحة الناس كثيرة لا تستخدمها منها موضوع كم الـ content filter و الـ file لكن على الأقل يبقى انت لديك فكرة عن الموضوع كما قلت الـ content filter لو ستقوم بـ text file يعني لما تسايف الـ text file يبقى بـ utf و الـ maximum length يبقى مثلا 2000 line و ان كل line ميزش عن 80 كاراكتر يعني الموضوع بسيط يبقى عبارة عن انت تضع الـ text file في السطر الاولاني وزوط مقا comment او وزوط كورن او الكلام ده وتبتدي بتحط الـ restriction انت عايزه لا يوجد مشكلة وبعد كده تضع الـ content filter يعني ده باختصار موضوع الـ content filter طبعا بعد ما تخلص الـ content filter لو عايز تخدمه زي ما قلنا بتلاقي في الـ ad policy هنا وانتا ما تيجي مثلا تعمل الـ ad rule ستجد هنا الـ content filter ممكن استخدام الـ content filter سريعا بقى تعالى نوجز كل اللي احنا خدناه في المحاضرة السابقة وانتا ما تريد محاضرة السابقة وانتا ما تريد محاضرة السابقة وانتا ما قلنا سينامع لحاضراتك دعونا نرى انت عندما تأتي هنا تعمل الـ policy اي policy من الـ الـ لا يوجد مشكلة خالص استخدم لو عايز تعمل واحدة جديدة تبقى لشركتك ويفضل انت تعمل انفورسي في سيرش وانفورس يوتيوب ريستريكشن تمام؟ يعني يفضل هذا الكلام او على الاقل اكتفى من انت تعمل انفورسي في سيرش الـ allowed time تبقى للـ business need هتعمل طبعا لازم انابل الـ recording تمام؟ بتحدد بربينت دونلود تايل عشان مبقوش مثلا اكتر من حجم معين وممكن تقول مثلا زي ما انت عايز مثلا واحد جيجا عشرة جيجا يعني زي ما انت عايز اضيفه ويقول اللي تبقى للحجم اللي انت عايز يعني ادي موضوع الـ configuration recommended يعني تـ policy quota طبعا احنا قلنا فيها user activity لو انت عايز تعمل user activity جديدة الـ category هو عندك اصلا وكاتيجوري جاهزة مش هتلجأ كثير الـ url هتضيفك الـ local exclusion list و الـ exception نفس الكلام يفضل دايما انت هتعمل exception لبعض المواقع اللي انت شايف وعارف ومتأكد منها انها لأي سابق من الاسباب يعمل لها exception وعادة تعمل exception لـ مثلا جهاز عندك ونفس الكلام لا يوجد مشكلة لكن ما تعملش exception لحاجة يعني انت شكك فيها او مش متأكد منها الـ general setting ما عادة تضبطها هنا كل بساطة هتشتغل ماشي ان فيش مشكلة ممكن تشتغل بلوق 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 اكتشن وضيف بلوق فضيف بلوق 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 اتشتغل بلوق 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 هناك فاجتر الثابت عن ويض cush� válcool вариант ، ارتبط العاتف سوف نحط البحكي كلام و تستخدم طراج الكلام هنا توجد ويبكاش ويبكاش لو عندك اندبوينت بلشت تغير في موضوع الويب بروكسي طيب يعني كما قلنا مش هنيجي ناحيتها سيرف الكودة دي طبعا يتبقى لما انت عايزه يعني مافيش اكثر من كده ما اعتقدش ان فيه حاجة تانية الوزر ننتفيكيشن يعني احاك استغير فيها كان بها لما تيجي تخلص الويب بوليسي وتبتدي تضيفها هنا يعني لو عملت الويب بروكسي اكد مثلا في موضوع الويب بروكسي يعني هتعمل الويب بروكسي يبقى اوفر رايد لهذا الكلام للناس اللي هتفتطه هنا ومش هيبص لي الويب بروكسي يبقى فهميني الحتة دي وبقى اكدها موضوع مثلا وفينترينج هنا هتختار الويب بوليسي بتاعتك طبعا لو هتشتغل في الويب فلترينج يعني مثلا هتشتغل بروكسي هنقول هنا انا اضافت بروكسي ودكرت دي تش بي اس ويموضوع انتهى على كده خلاص اضافت بروكسي اضافت بروكسي اضافت بروكسي اضافت بسكان اضافت بروكسي اضافت بروكسي اضافت بروكسي اضافت بروكسي اضافت بروكسي اضافت بروكسي اشتركوا في القناة